شرق صديق العزيز وليكن برايتون الفرقة اللي بالله احمر وثوت النهام الفرقة اللي بالله صفر برايتون بيلعب ثلاثة خمسة اتنين haa ثلاثة خمسة اتنين ثلاثة خمسة اتنين ضد انطر band ايه ده؟ وكل اللي بيلعب ثلاثة خمسة اتنين ضد awaits د 실�iba بيعرف عبطة لادnicas ör عزيزي مش كل الفرقة اللي بتلعب ضد ك dilemas يعرف تعرف ت bloody نافذين برايتون تا بشميعنا الموضوع سهل جدا بسيط لازم يكون عندك زهرين محترمين بيعرف يعملوا ادوار دفعية وادوار هجومية بحيس يضاهوا قوة انتونيو كونتي الناحة التانية لانه قوة كونتي الناحة التانية موجودة على الاطراف موجودة في رجلون ناحية الشمال موجودة في ناحية اليمين في لعيب زي امر سوريان بالنسبة لنص الملعب نص الملعب اذا كان بنتنكور ولا هولبرك الاتنين ما يقدروش يقوموا بدور صناعة اللحنة فالاتنين بيدور دايما على ان هم يرحلوا الكرة للاطراف طب هترحل الكرة للاطراف طب بالنسبة للثلاثة الهجومي اللي كولوفيسكي وسون وهاركين موجودين فيه الكرة توصل لهم ازاي? عزيزي عايزي اقولك ان هنا بقى جات عظمة برايتون جرامبوتر النهاردة برايتون جرامبوتر النهاردة اقدم مباراة مميزة جدا 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 فنائة ادريك سمف الداية تسعين بس مش معنى كده ان هو سرق المباراة لا عزيزي. توتن هام والتسبير ما شطش ولا شط على المرمى. فمعنى كده ان فلت جرامبوتر قدمت مباراة مميزة. جرامبوتر لو ما سمعتش عنه هو واحد من افضل موديلين الفنيين اللي في الدورة انجليزي. مدرب مميز جدا. مدرب بيحفظ لعبته كويس قوي الشغل اللي هو عايزه منهم. يعني جرامبوتر لما اتغلب من توتن هام المباراة اللي فاتت كان بيلعب بالاربعة اتنين تلاتة واحد. اتغلب من الفربول برضو بالاربعة اتنين تلاتة واحد. قرر ان هو يغير ويلعب تلاتة خمسة اتنين. راح حط على ارسنل في ملعب ارسنل والنهاردة جاه حط على توتن هام في ملعب توتن هام. تلاتة خمسة اتنين اللي بيلعبها جرامبوتر تضار راس حرفية. نص الملعب كوي جدا فيه لعيب زي بيسومة. واحد من افضل لعيبة اللي موجودين في انجلترا كمحور انتكاز. وباسكال وكسيدو القدمه مجرى مميزة جدا. وده اللي عطاله فكرة ان هو يكون عنده كسافة في نص الملعب. فيه تلات لعيبة موجودين قدام بنت نكور وقدام لعيب زي هولبرج. فانت بالنسبة لك فيه كسافة وفيه عدد في نص الملعب اكبر من عدد لعيبة توتن هام وتسبير وتقريبا كده بجودة محترمة. يعني مش بنفس جودة هولبرج وبنت نكور بس بجودة مميزة. والتلاتة مع بعض بيقدموا اداء مميز جدا. بيعمل ادوار هجومية تضاهي الادوار الهجومية اللي بيعملها الاتنين ازهرة بتاع توتن هام وتسبير. هو نفس الشغل بالزبط. تلاتة خمسة اتنين بتعتمد فيه. على قوة نص الملعب وعلى الازهرة. وبتعتمد طبعا على لعيب زي ماركة الستر وبتعتمد على لعيب زي ميابو المهاجم. وطبعا ودانك وكوكوريو بيقدموا اداء مميز دفعية. كوكوريو ده حرفيا كان شايل الفرقة الناحية اللي كان فيها لعيب زي كولوفيسكي. كولوفيسكي معرفش النهاردة ان هو يعمل اي حاجة قدام ماركة كوروكوريو. بص هو مارك ده عمل مباراة مميزة للامانة. وفيه كرة هاريكين بيعدل ولسه هيشوت لا ماركة كوروكوريو ده طلع له من تحت الارض. فحرفيا الفرقة قدمت مباراة مميزة جدا جدا جدا. نص الملعب كان قادر ان هو يسيطر على الجيم اغلب الوقت. درجة ان احنا كنا شايفين الاستحواز اغلبه راح لفرقة برايتون. شوت اول كان مميل شوت تاني برايتون حكم المباراة تماما. شوت اول كان مميل لان توتنهام. مراحش على جون برايتون ولا برايتون قدر ان هم يروحوا على جون هجو لوريس. ليه? لان الكسافة عزيزي. الكسافة. وتقريبا كده كان فيه حاصل في الملعب فكرة ان انت عازل خط هجوم توتنهامة عن اللحبة تماما. انت عازل هاريكين. انت عازل سون. انت عازل لعيب زي ديان كولوفيسكي. سون اللي كان كل ما بيستلم كرة كان بيلاقي ترك لمبتي خطها توتنه وارا ويدر ان هو ضعيف نفس السرعة. ترك لمبتي واحد بالنسبة لي من افضل الازهرة اللي موجودين في التلاتة اربعة تلاتة او التلاتة خمس اتنين لو عايز تلعب بزهير. ترك لمبتي ده بيقدم مستوى ميز. بس الاسب الشريط لصبته كتير جدا. وفيلتمن قدم برضو مباراة مميزة. الاتنين دول كانوا عازلين سون تماما ان هو يروح ينطلق. كانوا بيحاول يخشون جون كان بيلاقي لعب زي لويز دانك طالع له. فانتها تبص على فرقة كل حاجة محسوبة بالنسبة لها بالميلي. فتوتن امو تسبير التلاتة اربعة تلاتة والتلاتة خمس اتنين بتاعتهم بتظهر عورة نص الملعب. وهي انه مفيش لعيب يقدر في نص الملعب يسيطر على الجيم. مفيش لعيب يقدر ان هو يعمل تمرير الحلالية. مفيش لعيب بجودة ديلياليك. مفيش لعيب بجودة اريكسون. مفيش لعيب عنده شخصية عارف سيطرة على الملعب. لذا لو ديلياليك هم بيسيطر على السم عن الملعب. فده معناه ان توتين امو تسبير بوهولبرج وبلعيب زي بنت تنكور وتغييرة محتملة. بغيرة كلنا بنبعرفينها. ومحتملة ومعروفة في توتين امو تسبير. بنت تنكور هطلع هينزل مكانه لعيف زهرة وينكس. والناحية التانية هتدور على ان انت عايز تنزل لوكس مورا. وعايز تنزل استيفن برجوين. ما عندكش غير الناس دي. الناس دي هالا موجودة في تشكيل التوتين عمو تسبير. بس للامانة اكتر حاجة غزتني. في القطة عدد برايتون. الاسطورة الحية ايريك داير. ايريك داير مغطل افسايد واول واحد اللعيبة وما بيستلم بيرفعي دلوها. حبيبي انت مغطل افسايد بفدان. اساسا انت بتعمل ايه? يعني انت مغطل افسايد. وانت باسم الله ما شاء الله. يعني انت رصار دي راح رامد لما عن ريحة. فان اللي هو بيعمل له كده راح رايح معاه اللي هو. ايه يا عمي فين خبراتي عزيزي? فين ام الخبرات? مش مفترض انك خبرات ولا ايه النزام بزر. يعني مفترض ان انت اللي تشير لعيف زي كريستان وميرو وبن ديفس. انت عايز ان يشيلك اساسا. بس برضو هارجا هولو توتن هاموتو سبير اللي بيقدموا برضو مع انتوني وكنت حتى العون مباراة سيئة. فده انجاز للامانة. انك توصل بلعيبة زي دي لمنافسة على المركز الرابع. فدي حاجة محترمة للامانة. اه لعيبة زي دي فيهم سون وفيهم هارجين. بس فيهم برضو وريك دا روبين ديفس. الموضوع بالنسبة لك صعب للامانة. بس المباراة محترمة قدمها فريد برايتون اكتساح لجراهن بوتر النهاردة في ملعب اه استحقاك للفوز. تأخر الفوز لكنه كان امتع في اللحظات الاخيرة النتيجة سفقت. توتن هاموتو سبير في اللحظات الاخيرة وتولع المركز الرابع بعد ما ولعت المركز الرابع قابليه لما كنت كسبان ارسنال. من الحية احترام تقدم لجراهن بوتر واللي بيقدموا مع برايتون. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو. اعيز رأيك واحترام. اعمل لكيه?